موسيقى إن شرح شجرة التطور يقتطي التمييز بينها وبين شجرة الحياة من حيث أن هذه الأخيرة ترسل مخططا لتطور الكائنات الحية اتلاقا من أول واحية خلية قادرة على تكرار الذات وصولا إلى التنوع الإحيائي المتشر على سطح الكرة الأرضية مرورا بكافة الأشكاة الحيوية التي عاشت وانقرضت وتلك التي بقيت سلالاتها أو تطورت هي شجرة الحياة التي عرفها علماء الأحياء ويقومون بدراستها وتوضيح تفرعاتها وتتابع سلاسل كائناتها اعتمادة على سجل الأحافير كما على المورثات أو دين اي الكائنات أما بخصوص شجرة التطور فهي تنطلق مما قبل أول واحية خلية أي مما قبل الكائنات الحية فهي تنطلق من انفجارة كون الكبير الأول يتصل إلى ما بعد الإنسان نحو المجتمعات أي متعددات الأفراد إلى الهرم الأرض الكبير كما المجتمع المثالي الآلي ليبقى التنبؤ من الكائنات المستقبلية مفتوحا ولكن ضمن قابلية التوقع إن هذا التوقع لأشكال الكائنات المستقبلية التي تحدثنا عنها سابقا متعددات الأهرامات والمخروض الكون الكبير كان توقعا مبنية على ظهور ألمات متكررة ومتشابهة في الروابط بين أنواع المكونات جزيئات بنوية جزيئات نووية خلايا بنوية خلايا عصبية أفراد مقادين أفراد مستغلين والتي تنتج كائنات ذوي تصنيفات متشابهة مثل التطفوليات النباتيات الحيوانيات تشترك هذه الكائنات بهذه الصفات ولكن ضمن عتبات أو مستويات شجر التطور عتبات تعبر عن كائنات للتزداد تعقيدا مع تطورها وتكون أغلبها من متعددات ما سبقها مثل متعددات جزيئات خلايا متعددات خلايا أفراد متعددات أفراد مجتمعات ثم الهرم الأرضي ومتعددات الإهرامات وصولها للمخروض الكوني الكبير نعلم أن تعقيد شجرة التطور ناتجا عن شموليتها وتنوع تشعوبات التصنيفات الأساسية فيها التطفوليات النباتيات الحيوانيات وتعدد مستوياتها أو عتباتها وتعددات ما سبقها عتباتهم وتماثل بالأرقام واحد اثنين ثلاثة اربعة كما وينتج تأقيد هذه الشجرة على علاقة الكائنات ببعضها الوصول إلى العتبة أو المستوي التالي وتتمثل هذه العلاقات بأشكال متنوعة من الأسهم ذوي دلالات مختلفة قد يكون تبسيطها ممكنا ومفيدا من خلال شكل آخر أقل تفصيلا يوضح فقط تصنيفات الكائنات واعتبات أو مستويات هذه الكائنات ولقد اعتمدنا في هذا الشكل على مبدأ تصاعد المستويات أو الاعتبات من الأسفل الأبسط إلى الأعلى الأعقد عكس الاتجاه المعتمد في شجر التطور من الأعلى إلى الأسفل نحو الأكثر تعقيدا إن دراسة وتحليل هذا الشكل المبسط لشجر التطور يظهر لنا وبوضوح النمط المتكرر والمتشابه الذي تحدثنا عنه والذي يميز الروابط بين أنواع المكونات وكيفية ارتقائها صعودا نحو المستوي أو العتبة التالية في شجر التطور ويشجر بنا ذكر أن شجرة الحياة التي تعرفها على الماء الأحياء تنحصر هنا بين العتبتين 2 و 3 أو بالأضق تنطلق من 2 أو الواحية خلية وصولا للإنسان في دربة العتبة 3 إن هذا الشكل الذي يظهر نمطية تكرارية بين المستويات أو العتبات يسمح لنا بتوقع الكائنات المستقبلية التي سبق وتحدثنا عنها انطلاقا من الهرم الأرضي والمجتمع المثالي الآلي مرورا بمتعددات الأهرامات وصولا للمخروط الكوني الكبير ويجدر بنا هنا توضيح بعض أهم خصائص تصنيفات التي استخدمناها في شجرة التطور التطفليات النباتيات الحيوانيات والتي يعتمدها علماء الأحياء ولكن تحت اسم مملكة وذلك بتقسيمهم الأحياء في شجرة الحياة إلى ممالك في حين أننا نعتمدنا هنا على مفهوم قد يتعد قليلا عن ذلك المنطق المستخدم من قبل علماء الأحياء لنعتمد منطقا أكثر عمومية يشمل شجرة التطور كاملة وليس قسما منها أي شجرة الحياة فعند الوصول إلى عتبة تعديدات الأفراد العتبة الرابعة المجتمعات لتغير مفهومنا للتصنيفات فالإنسان وهو المصنف إحيائيا كحيوان قد يصنف إما تطفليا أفراد مستغلين ومفكرين أو نباتيا أفراد مقادين وعملين ومن هنا قد يتضح المفهوم الذي استخدمناه للتصنيف فالتطفلي هو الذي يعتمد على كائنات أخرى في تلبية احتياجاته وهو على العموم لا يشكل كائنات متعددة من صنفه فقط وإنما قد يشكل مستعمرات وليس متعدد تطفليات فالتطفليات أما النباتي فهو الذي يعتمد على نفسه في تلبية مطلباته وهو على العموم قادر على تشكيل كائنات متعددة من صنفه فقط متعددات خلايا نباتية أي نباتات في حين أن الحيواني هو النشيط الشريح وهو أول قفزة نحو العتبة التالية حيث يتطور ويتشعب ومن ثم يتمايز إلى صنفين تطفلي ونباتي يشكل بأنواعه بيئة خصبة لترابط هذين الصنفين والارتقاء نحو عتبة جديدة ومتعدد ما قبله جديد عتبة فوق أخرى كائن هو متعدد ما قبله فوق آخر يتشكل في البداية بترابط مكونين أحدهما تطفلي والثاني بنيوي نباتي ليتحكم ذاك التطفلي بمجموعة المكونات البنيوية فيشكل متعدد للمكونات متعدد جديد يتطور ويتشعب لأشكال مختلفة تتمايز عن طريق التطور إلى صنفين أحدهما تطفلي والثاني بنيوي ليعيدا تكرر بالترابط والارتقاء إلى عتبة جديدة من الكائنات التي تشكل متعددات ما قبلها وهكذا دواليك عتبة فوق أخرى كائن هو متعدد ما قبله فوق آخر تطور تشعب وتمايز فترابط وارتقاء نمطية تكرارية واضحة ونظن أنه يجدل بعلماء الأحياء التوسع في الدراسة والتحليل التفصيلي العلاقة بين المقونات التطفلي والبنيوي النباتي وكيفية ترابطهما معا بتشكيل صنفا مركب أعطيناه هنا صفة الحيوانية في بعض أهم اللحظات التحولية في التاريخ التطور للكائنات إذ أن هذا النوع من البحوث قد يفتح الباب أمام تفسيرا علميا منطقي لبعض أكثر نقاط تحول غموضا في مراحل التطور تفسيرا علميا يبتعد عن مفهوم الصدفة أو التدخل الخارجي ويحل بعض أهم المعضلات التي يقف عندها علماء الأحياء مثل كيفية نشوء أول واحدة الدخلية والانفجار الكامبري والثاني شكلان في شجر التطور أو في شكلها المبسط نقطتين الطراقي أو الترابط التي ما حدثها للعبور إلى العتبتين 2 و 3 و 3 وسنقدم هنا مقارنة بين الكائنات الحيوانية في ثلاث عتبات كائنات نتجت في البدء من ترابط مكوينين الأول تطفلي والثاني بنيوي نباتي لتشكل في كل عتبه أول كائن من هذا الصنف المركب ثم ليتكاثر يتطور ويتشعب وتعتمد هذه المقارنة على مكونات الكائنات ولكن ضمن العتبات المختلفة ترجمة نانسي قنقر نميز بين ثلاث وسائل للربط والتواصل بين المكونات التطفولية والبنيوية النباتية لتشكيل كائنات الحيوانية تختلف باختلاف العتبة وهي العتبة الثانية في واحدات الخلايا يكون ترابط عن طريق التفاعلات الكيميائية العضوية في العتبة الثالثة وفي متعددات الخلايا الحيوانية يكون ترابط عن طريق الإشارات والسيالات العصبية والنواقع العصبية العتبة الرابعة في متعددات الأفراد يكون ترابط عن طريق الأفكار واللغة وإن هذه الوسائل الثلاث للربط والتواصل هي التي يمكنها توضيح النشوء الأول أول واحد خلية وما بعدها من أشكال الحياة ثم النشوء الثاني الانفجار الكامبري وبزوغ الحيوانات وأخيرا النشوء الثالث الثقافة والحضارة البشرية وبزوغ المجتمعات ورغم أن بعض علماء الأحياء يتحدثون عن كون الأفكار هي محرك ما يطلقون عليه اسم النشوء الثاني إلا أني أظن أنها محرك النشوء الثالث وليس الثاني لكونهم غفلوا عن كون الإشارات العصبية أو الأوامر والسيارة العصبية هي محرك النشوء الثاني الفعلي المتمثل بالانفجار الكامبري وأظن بالتالي أن الأفكار هي محرك النشوء الثالث ويجدر بنا في النهاية الأخذ بالعلم أن هذا الترقيم لدرجات النشوء يمكن تطويره وتعديله بإضافة أرقام سابقة وذلك بالتوسع في تفاصيل مراحل من قبل أول واحدة خلية المسمى بالنشوء الأول من حيث إضافة مراحل انتقال من الذرات إلى جزيئات أو حتى ما قبل ذلك كان انتقال من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات للذرات فهي مراحل أملناها هنا رغم إمكانية اعتبارها نقاط بداية لمرحلة نشوء مختلفة ترتقي عبر عتبات شجر التطور في الختام لا يسعني سوى تقديم أسمى آيات التقدير والتكريم لتشارج داروين الذي أطلق نظرية التطور مما أتاح لنا فرصة البحث والتطوير في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر